السلام عليكم النهاردة بعد ما تكلمنا على تحويل غاز التصنيع للميسانول وبعد كده تحويله للفورمالضهايد وتطبيقات الفورمالضهايد النهاردة بقى هناخد تحويل غاز التصنيع بدلا ما نحوله للميسانول عايزين نحوله لمركب تاني مهم كلنا نعرفه اللي هو الأمونيا تحويل غاز التصنيع للأمونيا طبعا احنا هنا بنستخدم هيدروجين خالب لنا غاز التصنيع بتاعنا الاولاني كنا بنتكلم على كاربومونوكسايد وبنتكلم على هيدروجين اللي اتنين مع بعض كانوا بيديونا ايه اللي ممكننا نعملهم مع بعض الميسانول طبعا هناخدنا اناخد من غاز التصنيع الهيدروجين بس ونحط عليه نادروجين في وجود عامل مؤكسد وخمسمائة درجة مقوية وتلتمية أتموسفير عشان يبقى في تقارب عالي بين الغازات عشان ده غاز وده غاز عشان يحصل تفاعل لازم نقربه لمبعد قوي نقربه لمبعد لرجة يبقى عاملية زي الليكويد عشان يتفاعله مع بعض يبقى لازم تحت ضغط عالي فيديني الأمونيا الامونيا ده كده غازة طب حضرنا الامونيا ايه تطبيقاته هناخد اول تطبيق للامونيا او هرسدهم لكلهم لهم تحضير الامينات تحضير اليوريا اللي هو السمات نطرات الامونيا برضو نستخدمه في السمات كابريتات الامونيو الهايدرازين حمض النيتريك فوسفات الابوديوم خلاص يبقى عندنا دول خمس مركبات سبع مركبات مهمين جدا في تطبيقات الامونيا هنحاول نغطي اكبر جزء منهم في اللي جاي طيب تطبيق الامونيا الاولاني هو تحويل الامونيا لليوريا اللي هو السمات فبنستخدم في ايه بناخد الامونيا اللي احنا حضرناها من تفاعل الهاتروجين والنيتروجين وحضرنا منها الامونيا نفعلها مع كربون داوكسايد وحرارة بتديني امونيوم كرباميت وبعد امونيوم كرباميت بتديني حاجة مهمة جدا اللي هي اليوريا طبعا الامونيوم كربونياتي بتكون بفعل الحرارة ما بيحصل فيه عملية ايه ان المية بتخرج انه هو مركب غير ثابت في الضارة الحرارة العالية فبيكون لي اليوريا اليوريا دا سمات سمات بنستخدمه ليه الاراضي ازراعي طيب بس كده لا نحاول الامونيا لنظرة الامونيوم لو احنا فعلنا الامونيوم مع حمد الناترك هيديني امونيوم ناتريت طبعا دا يعني الف فيه سنوى يعني طيب بعد كده هوت عندنا التطبيق الثالث لو تحويل الامونيا لكبريتات الامونيا يعني هناك فعلناها مع الناترك عدتنا الناترات هنفعلها مع السلفوريك هتديني ايه سالفيت يبقى امونيوم سالفيت طب ايه التطبيق الرابع تحويل الامونيا لفوسفات الامونيا يعني هناك فعلناها مع كل الاحماد العضوية الاحماد الغير عضوية ولا ايه فعلناها مع الناترك صح فعلناها مع السلفوريك فعلناها مع الفوسفورك وكل واحد تديني الشكل بتاع النطرات سالفيت فوسفيت خلاص ده أمونيوم فوسفيت بيستخدمه ورده كفز ايه التطبيق الخامس للأمونيا هو تفاعله مع تكوينه لحمد الناتريك ازاي نكون حمد الناتريك ده مهم بصراحة التفاعل ده مهم جدا في الصناعة انه بياخد هنا عايز احتياطات عالية جدا بياخد الأمونيا يفاعلها يعملها اكسدا في وجود وفرة وفرة من الأكسوجين فبتيديني أكسيد الناترج فأكسيد النترجين дه يبتدي يفاعل مع وفرة من الأكسوجين يديني ثاني أكسيد ناترجين ثاني أكسيد النترجين في وجود ميا يديني حمد الناتريك زائد NO يخرج مرة تانية ويتفاعل مع الأكسوجين عشان يديني الNO2 لو يتفاعل مرة تانية مع المية عشان يديني الناتريك عشان يتفاعل مرة تالتة ويتديني بايبرودك NO وهكذا غير ما الNO يخلص ده تحويل الأمونيوم لحمد الناتريك كده احنا خلصنا اهم مركبات بتطلع من البترو كيموية سواء كانت امونيا سواء كانت ميسانول سواء كانت فورمل ضعيد مرة جاية فضلنا جزئية هنخلص بيها المنتجات البترو كيموية وشكرا يا جماعة